بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذ الأعزاء حياكم الله جميعا وأسعد أوقاتكم معكم الأستاذ عطيقة في درس جديد من مكوين القسط تحت عنوان ألتزم آداب المسجد أبنائي لنأخذ الكتاب المدرسي ونتابع أبنائي في هذا الدرس نتوخى تحقيق الأهداف التالية أتعرف آداب المسجد أنزه المسجد عن القذورات أحترم آداب المسجد أجمع معلومات عن مسجد حينا أبنائي سننطلق من وضعية الانطلاق تابعوا سأقرأ حدث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحثها بعرجون نخل كان بيده ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أي يحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبسق في وجهه؟ رواه البخارفي صحيحه كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة أبنائي لنتذكر جميعا أين تؤدى صلاة الجماعة والجمعة؟ نعم تؤدى صلاة الجماعة والجمعة بالمسجد أحسنتم هل أتصرف في المسجد كما يحل لي؟ نعم لا علي احترام مجموعة من الآداب أحسنتم أبنائي إذن أبنائي في هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد والنخامة هو ما يبسق من الفم أي ما يخرج من لعاب وغيره فغضب حتى حمر وجه الشريف لأن القبلة هي الجهة التي يستقبل فيها المصل وجه ربه إذن من خلال هذا الحديث نستنتج أن للمسجد آداب يجب أن نلتزم بها إذن فما هي آداب المسجد أبنائي لنحلل أكثر تعالوا المجيب عن أسئلة الفهم السؤال الأول يقول ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبسق في وجهه أبنائي إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه آداب المسجد السلوك هو سلوك مناف تماما لما يدعون إليه ديننا الحنيف والمكان هو مكان للتزكية مكان لتطهير الروح من الزنوب إضافة إلى ذلك المسجد مكان يجب احترامه فهو بيت الله عز وجل المسجد دار عبادة تستحق الاحترام المتمثل في الوقار والسكينة السؤال الثاني ما هي آداب المسجد التي ينبغي الالتزام بها؟ أبنائي نعم من آداب المسجد الحفاظ على نظافته وعدم رمي النفايات والقذورات فيه أو في محيطه وأيضا الحفاظ على نظافة السجاد المفروش على أرضيته وكذلك من آداب المسجد الالتزام بالغضوء ولا ننسى أن ننزع الحداء قبل الدخول إليه كذلك يجب أن لا ننسى الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك رددوا الدعاء أبنائي كلما ذهبتم المسجد وعند الخروج قول أبنائي اللهم إني أسألك من فضلك عند دخول المسجد نصل ركعتين تحية للمسجد قبل الشروع في آذاء الصلاة المفروضة وكذا الالتزام بعدم مزاحمة المصلين وتخط رقابهم والعبة بالمصاحف والكتب وأي من ممتلكة المسجد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز صورة الجن الآية 18 وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا صدق الله العظيم أبنائي أتمنى أن تكونوا قد استوعرتم الدرس جيدا أنقل الملخص على دفتر التربية الإسلامية عند دخول إلى المسجد أقدم رجلي اليمنى وأدخل بهدوء ولا أتخط رقاب المصلين وألتزم هذه الآداب كما أنصح كل من أساء الأدب فيه بأسلوب هادئ وغير منفر أبنائي أستودعكم الله وإلى الحصة القادمة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر